السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بجميع الاخوة والاخوات المتابعين على القناة قناتكم فسحى عدنا والعود احمد يعني قبل البداية في موضوع اليوم اود ان اشارككم اي اشارككم هذا المقطع القصير من اللقاء اللي كنتدرتوه مع الاخ محمد حجيب على القناة مباشرة عاد ندخلو في الموضوع ديانا. نحنو ننتظرو بشغافين باش يطرحنا تلك الصور. هير واحد من مقطع اخرى بعتنشير ليها. الابنة محمد السادس خادية. تهيار ما بقاتش كاتبها. عادشي خاطير افا خلاتين انا ديبا. خلاتين. صور ديال عيد الميلاد اللي خرجو. بجكل كسوان حمراء الى طبيتي اللي زوري جينو ديال دوكت ثاورة. هم يعودون الى الفين و تعتاش تلك الصور. وشي خاطير عندك اخويا. شي خاطير عندك. كانت هذه هي ملاحظتي بخصوص اختفاء لابنة ديال محمد السادس. عن الاعلام. وتتوارى عن الظهور. شنا هو السبب يعني يعني فقط هذي اشارة كنت اشرت لها. يعني خلال عيد الميلاد ديالها كانوا خرجوا بزاف ديال الصور. وكانوا خرجوا بزاف ديال الناس يتكلمون يتكلمون عن عدم حضور الاميرة سلمة لعيد الميلاد ابنتها وكده وكده. لكن في حين انها مظهرت لا اميرة سلمة ولا الابنة ديالها. لشي نوريشكم هات الفيديو بالضبط. اللي حطيتو في سبعتاش مارس الفين وواحد وعشرين. هنا اه واحد الخبر في عشرين مارس الفين وواحد وعشرين. يتكلموا عن غموض وصور قديمة اه لعيد ميلاد خديجة. ديز اكتيفيست ماروكين يتكلمون عن ميلاد خديجة حديجة. يتكلمون عن نوشاطة. يعني لاحظوا ان الصور التي يتم مبتها خلال الاعلام المحلي والاعلام العالمي هي صور قديمة لتلك الفتاة الصغيرة لا تتناسب مع سنها. وكان هذا بالضبط ما اشرت اليه. يعني الطفلة التي في عمرها في عمرها الان 14 سنة فضروري ما غيكون واحدة تغيير كبير في المرفولوجيا ديالها وفي الشكل ديالها لان هذا هو السن اللي كي تعتبر سن ديال الانفجار المرفولوجي والجسدي ديال اي مراهق ولا اي مراهقة وهي في نفس السن يعني ما بين 12 و 14 سنة ما فيه كيتغير الشكل ديال الجسد ديال اي طافل. المهم ان نفس الصور التي تحدثنا عنها التي ظهرت في 2021 على اساس انها عيد الميلاد او صور ارشيفية يعلقون بها على عيد الميلاد. لالهم خديجة افيك مولا هم الحسني محمد سيس صنوا لالاسلما. هذا ما تكلمت عنه جراء ان تتكلموا على ظهور خديجة بدون سلمة فكيفاش عرفوا أنه ظهرت خديجة بدون سلمة في حين ما كينتشي الصورة تثبت لنا أنها ظهرت لأنهم احتفلوا بعيد الميلاد المهم النقذ لها الصورة التي تم تداولها في عيد الميلادها 28 فبراير 2021 هي سبق وتداولها أيضا في تواريخ أخرى نفس الصورة هي الشعب المغربي احتفلوا بذكرى ميلاد صاحبات السمو الملاكي 14 سنة المهم هادي ديال 2021 تهية السنة الماضية نفس الصور تستعمل لعيد ميلاد لها بخانسيس لهم خديجة أفتي ستخزون سوف vendردي هادي سيدي فوقاش أعطينا التاريخ 28 فبراير 2020 يعني السنة الماضية نفس الصورة ونفس الصورة تم استعمالها في سنة 2019 في ديسمبر يعني كانت هذه هي آخر صورة ولا آخر ظهور إعلامي لإبنة محمد السادس وهي تترأس أشكترأس تدشين رواق الزواحف الإفريقية بالرباط كانت هذه هي ملاحظتي التي قمت بملاحظتها علشانا قلت أن الاختفاء ديالها لأنه يعني إلى لحظه في واحد الوقت يعني من مور فاش أثير اللغة حول اختفاء أمها فمن مورها فاش بانت هذا الطفل هادي بانت بواحد شكل يظهر جاليا الحزن والأسى والحالة النفسية المتدهورة لهذه الطفلة وهذه المسائل لم يكن تقلع الصحافة العالمية وهذه الصورة الحزينة لهذه الطفلة جابت يعني جميع المواقع ستفوتو هفت لطور دي موند لابخانسس اللهم خديجة آنمي دون تخيستس سن پرسيدون يعني يغلبو عليها الحزن غير مصبوك وهاد الحزن تزامنا مع فترة اختفاء والداتها وآخر يعني هذا الظهور كان خلال حفل استقبال الملك الإسبانيا والملك ديال إسبانيا يعني أن ملاحظتي كانت أنه بسبب الحزن البادي جليا عليها وبسبب الملاحظات ديال وسائل الإعلام الأجنبية لأن وسائل الإعلام المغربية كما تعلمون لا صوت لها في مثل هذه المسائل يعني كان هناك بعض النشاطاء يتكلمون عن الحالة النفسية لهذه الطفلة الصغيرة اللي جت متزامنة مع اختفاء أمها عاني الأنظار وتصرب الإشاعات حول احتجازها تعسفيا أو حول اغتيالها فهذه الفترة كانت هذه هي اللي كالدور وفي نفس الوقت شافوا الطفلة حزينة فلذلك كان هذا الصورة أو هذا المنظر اللي كتبا به وكأنه يؤكد الإشاعات التي يتداولها الناس فلذلك قرر القصر الملكي يعني عدم إظهار هذه الفتاة اللي ما كتقدرش تحكم في الأحصاب ديالها واللي كيبيا لوجه ديالها في كل ظهور إعلامي مدى المشاكل التي يتخبط فيها القصر وكأنها يعني تصرح بملامحها وبنظاراتها يعني التصريح الذي يخفيه عليكم القصر والمشاكل الداخلية حول اختفاء سلمة اختفاء قصريا و يعني أغلب كما تعلمون كما صرح العديد من من النشطاء وأهم تصريح كان لعميل المخابرات المغربية السابق فارد بوكاس الذي تكلم عن اغتيال سلمة زوجة محمد السادس السابقة كان هذا كل شيء يعني أنا هذه فقط مجرد ملاحظة لأن بعد المرات كان نضرف واحد الاتجاه فبنادم يشد الكلام ويزيد من عنده ويزيد شهد رأي إضافية ويقول لك قال فسحة أنا أبدي ملاحظة على أن هذه الطفلة اختفت عن الأنظار وش هي في حالة نفسية لا تسماح لها بالظهور ويقل لك أعود يزيد شهد رأي رأس ويقول لك رأي أغتيال أو شي حاجة هذه ملاحظة أبدي فيها يعني الملاحظة لإختفاء هذا الطفلة منذ سنة 2019 لما يقارب الآن ثلاث سنوات يعني اليوم حنا في 2021 2019 2020 2021 وهذه الطفلة لم تظهر والصحافة تتداول نفس هذه الصورة يعني بهذه اللباس وكأن هذه الصيدة أو هذه الطفلة لم تكتب حوائج في 2021 بنفس الحوائج في 2020 بنفس الحوائج في 2019 بنفس الحوائج لم تتغير يعني كان هذا تساؤلي دمتم في رعاية الله وأتمنى من الإخوانتهما يعودوا يطرح نفس السؤال لأن كثرة طرح السؤال في مثل هذه المواضيع يحرج القصر كثيرا ويدطره إلى رضة أفعال ورضة الأفعال بعض السريعة في بعض الأحيان تكون غبية مما يزيد من فضح القصر الهلكي المغربي ترجمة نانسي قنقر